لن يعود شعبنا إلى تقبيل الركب الدماء التي قدمها الأبطال من كل أحرار اليمن في ميدي وفي حراض وفي صعدة وفي حجة وفي الجوف وفي مارب وعلى تخوم شبه اليوم وفي تعز وفي الضالع وفي الساحل الغربي لن تذهب هدرا كل شهيد هو شهيدنا هو أخونا هو أبننا تجمعنا مبادئ سبتمبر ومبادئ الجمهورية والحرية والديمقراطية التي تربى عليها شعبنا اليمنية الأبي بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المباركة نريد أن نوحد معركتنا وأن تعود بوصلتنا إلى صنعاء نبتعد عن المعارك الجانبية نحن نخطأ في حق سبتمبر وفي حق اليمن عندما نذهب إلى معارك جانبية صغرى وهناك عدو متربص بالجميع يريد أن ينقض على اليمن من أكساه إلى أكساه لن يترك شبرا في اليمن إلا ودمره لن يترك جماعة فلان أو قوى الفلانية أو المنطقة الفلانية أو المدنة الفلانية لا هو لديه مشروع أتى من طهران مدعوم إيرانيا بما يسمى محور المقاومة الذي سيطر على خيرات العراق وصبح الشعب العراقي الأبي الكريم يتضور جوعا وبلا كهرباء وبلا ماء واليوم يطل علينا المشاط وغيره من أفراد الميليشية الحوثية يقول لك أمريكا تتأمر على المرتبة أنت الذي قضعت مرتبات الناس أنت الذي تأكل المال العام والخزين العام وتصرف بها على ميليشياتك وعلى أفرادك وتجوع الناس مبدأ الإمامة السابق أن الناس سخره لهم سخرهم الله لطاعتهم هو الآن يطبق على أرض الواقع جاء اتفاق ستوك هول من أجل أنه يخصص ميناء الحديدة وعائداته إلى البنك المركزي لدفع الرواتب ولا شيء من هذا تم ولا تبادل أسرة تم أين الاتفاقات التي وقع الحوثي تداء من الحرب الثانية والثالثة وفي السلم والشراكة الآن يتبجح بأنه عرض مبادرة على أبناء مارب هو كله عمل كذب وزيف لخلخلة الصفوف صفوف الشرفاء والأبطال من الجيش الوطني وقبائل مارب الأبية التي كثلت أكبر عدد من قيادة الحوثي ودمرت أحلامه على أسوار مارب يريد أن يخلخل الصفوف ويذبنها مبادرة كاذبة يقول لك توزيع الثروة والبترول وغيرها أنت حارم الناس من المرتبات داخل صنعة وأبناء الحديدة يتضورون نجوعا عادك أتشارك النفط في مارب ترجمة نانسي قنقر